بسم الله الرحمن الرحيم راح نشرح طريقة تعريف كيبورد أبل ويرلس بتقنية البلوتوث لتعريف الكيبورد نتوجه إلى إقوانة الأبل بعلى أقصى شمال الشاشة ثم نختار العددات لنظام ثم نتوجه إلى إقوانة الكيبورد ثم نتأكد أننا نحن على Tab Keyboard وبنضغط على Setup Bluetooth Keyboard طبعا في زر في كيبورد الأبل على اليمين أقصى اليمين في الجانب الأيمن فلازم تضغط عليه أثناء البحث مجرد أن تضغط عليه فبيأخذ له لحظات ثم بيكتشف الكيبورد زي ما أنتم شايفين أنا الآن بغط عليه فاكتشف وجود أبل ويرلس كيبورد طبعا ممكن أنت تعرف أي كيبورد أخر بنفس الطريقة طبعا نضغط على زر مرة أخرى سأسيضا عندي التعريف أو الكيبورد حتى يتعرف عليه ويعمل Search الآن تعرف عليه فنضغط على Continue طبعا الآن يقوم بعملية الاتصال بالكيبورد طبعا عرساس يتأكد يعمل مزامنة أو طاير مع الكيبورد لازم ندخل الأقام التي ظهرت الآن في الشاشة والتي هي واحد أربعة سبعة تسعة ثلاثة ستة ثمانية ثلاثة ثلاثة ثم نضغط على Enter الآن الآن تمت المزامنة ويعتبر الكيبورد يعمل ويعطينا زي ما شوفنا الآن علامة اتصال بالكيبورد ممكن طبعا طبعا نجرب الكيبورد الآن أنا ممكن نجرب معكم الكيبورد في البحث على سبيل مثال الآن لنكتوب ترى كيبورد الشغال من أحسن ويعطيكم العافية شكرا